أعلنت القوات المسلحة في بيان لها أنه انطلاقا من الثوابت الوطنية للقوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وفي إطار جهودها وإجراءات التنسيق بين قوات إنفاذ القانون خلال المدة من السابع من مايو الجاري وحتى اليوم وثأرا لدماء الشهداء تمت ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق الملعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية حيث قامت القوات الجوية في السابع من مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية وتدمير عربتي دفع ربعي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل تسعة عناصر إرهابية كما نجحت القوات المسلحة في اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا وفجر اليوم 11 عشر من مايو وصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل سبعة عناصر إرهابية كما تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من إحباط محاولة للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية لعدد من العناصر الإرهابية بمحيط أحد الارتكازات الأمنية وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل سبعة عناصر إرهابية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان كما أفاد بيان القوات المسلحة أنه تم التحفظ على بثث القتل الإرهابيين لحين تسليمهم إلى ذويهم حال التعرف عليهم ونتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط وأربعة جنود كما أصيب جنديان أخران هذا وتؤكد القوات المسلحة أنها لن تترك حق الشهداء من أبنائها وعزمها على استمرار جهودها في محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره وأن عزيمة رجالها تزداد قوة ورسوخا يوما بعد يوم وأن مثل تلك المحاولات البائسة من قوى الشر ومن يعاونهم لن تزيد قواتنا إلا إصرارا على تحقيق الأمن والأمانة لشعب مصر العظيم